أنتظر أنني سأتكلم أنني سأتكلم أنني سأتكلم بعد أن انتشرت أحدث قصة نجاح ستة فلسطينيين محكومين في سجن إسرائيلي مشدد الحماية بالفرار منه على منصة تواصل الاجتماعي عربيا وعالميا وصفت العملية كإثبات فشل للجانب الأمني الإسرائيلي فيما التفاصيل التي تطرح تساؤلات عن الكيفية والألية التي نجح بها الشبان الستة هي الأكثر جدلا على الشاشات في ليل السادس من أيلول تحديدا في الساعة الواحدة ونصف صباحا بتوقيت القدس المحتلة هرب السجناء عبر نفق في حفرة تحت الزنزان رقم خمسة لتنتهي بهم طريق النفق على بعد خمسين قدما على الجانب الآخر أحرارا خارج السجن وقبضة السجان بعد ساعة ونصف وصلت التقارير الأولى إلى الشرطة من مزارعين كشفوا الرجال المشبهين وما إن بزغت الشمس حتى بدأت عملية المطاردة لتحديد مكان الهاربين يقول مسؤولون إسرائيليون إن الافتراض هو أن السجناء الستة انقسموا إلى ثلاث مجموعات فرت كل منها في اتجاه مختلف ووجد تحقيق أولي أن الهروب الحالي استفاد من نفس نقاط الضعف في المبنى والتي لم يتم إصلاح بعضها بالكامل لم يكن لدى مخابرات السجن أي معلومات عن أي خطط لاحقة الأكثر غرابة أن اليوم الذي سبق عملية الفرار طلب فيه أحد الأسرى تبديل زنزانته والانتقال إلى الزنزانة التي كان يحتجز فيها خمسة من معتقلي حركة الجهاد التفاصيل تشبه قصة هوليودية حدثت في فيلم الخلاص من شاوشانك من بطولة مورغان فيلمن قصة جنى بها مدبرون الأمن الإسرائيلي التي كانت في المن فأصبحت حقيقة